حقق مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في مساجد الزرقاء نجاحاً تمثل بانخفاض فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة 99% وارتفى عرض المساجد التي تستخدم هذه الأنظمة من 3 مساجد إلى 70 مسجداً مع توقعات بالوصول إلى 120 مسجداً مع نهايات العام القادم التقرير التالي والتفاصيل مع تزايد انتشار مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية باشرت عدد من المساجد في محافظة الزرقاء باستخدام هذا المشروع الذي يختص بتوليد الطاقة الكهربائية لتسجل فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية انخفاضاً بنسبة 99% في الوقت الذي يرتفع فيه عدد المساجد المستخدمة لهذا النظام في الحقيقة انه فاتورة الكهربائية في هذا المسجد فاتورة عالية جداً كانت تصل شهرياً إلى 1500 دينار وفي رمضان كانت تفوق الـ 2000 دينار لهذا السبب وجدنا من الضروري جداً أن نشارك في هذا المشروع والحقيقة أن مشاركتنا بيّنت إلنا أنه كنا على تفكير صحيح فبفضل الله تعالى بعد ما اشتغل هذا المشروع نزلت الفاتورة إلى 4 دنانير 5 دنانير شهرياً مدير أوقاف محافظة الزرقاء أكد أن كلفة الأنظمة الشمسية الكهروفولتية تعتمد بشكل أساسي على قدرتها وأن متوسط تكلفة النظام تبلغ زهاء العشرة آلاف دينار حيث بلغت أموال التبرعات نسبة 80% تجمعها لجنة المساجد من أموال التبرعات بينما تسهم الأوقاف بنسبة 20% من تكلفة النظام في الوقت الذي كانت فيه فاتورة الكهرباء تبلغ في المساجد الكبيرة في المحافظة ما يقارب الألفين دينار وأصبحت الآن لا تتجاوز الخمسة دنانير مع النظام الجديد عملت مدرية أوقاف الزرقاء على تركيب الطاقة الشمسية في 70 مسجد من المساجد الرئيسية في المحافظة 70 مسجد حققوا وفر السنوي قرابة 4 مليون دينار 250 ألف بحيث أصبحت فاتورة الكهرباء الشهرية لهذه المساجد صفر ولا تدفع الوزارة سوى بدل الخدمات من فاتورة الكهرباء نجاح التجربة بشكل كبير رفع عدد المساجد خلال العام إلى 70 مسجدا بتكلفة تقدر بنحو المليون دينار بينما تستعد عشرات المساجد للتحول إلى هذه الأنظمة وصولا إلى تعميم التجربة على كافة مساجد المحافظة وذلك لإنفاق الأموال في مجالات أخرى كالصيانة وتشجير المساجد إضافة إلى أبواب البر والإحسان ترجمة نانسي قنقر